مع اقتراب انتقالها من حيز التنفيذ الى حيز التشغيل تستمر مشروعات حياة كريمة في طريقها التنموي بالعمل ووضع اللمسات الاخيرة قرية كفرسعد البلد بمحافظة الضميات تشهد عددا من المشروعات التنموية والخدمية المتنوعة كواحدة ضمن 28 قرية و219 تابعا بمركز كفرسعد بشكر فخامة الرئيس على المبادرة الرئاسية حياة كريمة عندنا صرف صحي عندنا مية شرب نظيفة الحمد لله عندنا الياف ضوئية برضو المركز التكنولوجي ما شاء الله اعملوا الموقف والمدرسة واخد بالك وكل الصرف الصحي والنت هي طبعا مشاريع جميلة طبعا بتخدم المواطن تمام يعني عاملين المدرسة والمطافي ونقطة الاسعاف كنا محتاجين مدرسة وتعاملت الحمد لله الوقت الصرف الصحي بارئ يشتغل حلم وهيجي بعده الغاز ان شاء الله ده طبعا مشاريع جميل جدا والاجمل كمان تبطون الترعة بالنسبة لنا كفلاحين عشرة على عشرة استخراجوا الاوراق الحكومية والاهتمام بصحة المواطن اصبح في المتناول بوجود مركز تكنولوجي متكامل وعدد من المنشآت الصحية ونظام للصرف الصحي انقذ الاهالي من معاناة دامت لسنوات طويلة بصراحة الرئيس السيسي عامل حاجة لمصر كلها مش لكفر ساعد البلد بس عامل حاجة في مصر كلها مفيش رئيس دولة في العالم عمله احنا عندنا حياة كريمة معمولنا حاليا النت الصرف الصحي المية كل شيء السيد الرئيس يشكر بطلنا الترع وعملنا صرف في البلد والمية دخلنا مية جديدة اهم مشروعات اللي احنا شايفينه الوقت الحاجات اللي كانت المفروض تتعمل ونشوفها من 30 سنة احنا بنشوفها النهاردة واني سعيد اناني بشوف الصرف الصحي الموقف الملكة الشباب نقلة حضارية تتحقق على ارض كفر سعد كنموذج متكرر في قرى ونجوع مصر الاولى بالرعاية لتتزين القرى بمشروعات لم تكن تعرف طريقها لهذه الاماكن قبل دخولها عهد الجمهورية الجديدة ويصبح لكفر سعد نصيبا من اسمه اشتركوا في القناة